كل يوم نقود الناس للمسيح كل يوم لماذا؟ دعنا أسلوب حياتنا لكن عندما يسأل للناس كيف يمكنك أن تربحي أشخاص كثيرين للمسيحة كذا أقول أنا أستمع إليهم يجب أن تستمع إلى الناس نحن لا نستمع لا أنت لا تستمع لزوجتك أنت لا تستمع إلى زوجك لا تستمع لزميلك في العمل لا تستمعون لأطفالكم فكيف ستستمعوا للغرباء؟ هل تعرفون ما الذي يمنحكم إياه الاستماع والإهتمام بالآخرين؟ ستبدأ بالاستماع للحروح القدس والاستماع إليه إنه الشيء مربح للطرفين عندما تبدأ بالاستماع للآخرين والاستماع للروح القدس وقتها ستستمع إلى ألامهم عندما تستمع لرغباتهم ما يحبون وما يكرهون أن تستمع إلى أسمائهم نعم إذا كنت تريد أن تكون رابح نفوس جيد يجب أن تعرف أسمائهم ذلك الرجل الذي صادفنا في المدينة كنا نخاطبه بسيدي لماذا؟ لأننا نريدهم أن يشعروا باهتمامنا واحترامنا لهم الاستماع هو الاحترام الاستماع يجعلك على صلة وتواصل وثيق معهم السبب الذي مكننا من كسب النفوذ المئات والألاف للمسيح في أكثر من 200 دولة هل تعرفون لماذا؟ لأننا نستمع وعندما تستمع ستوسق صلتك لن تعطيهم ما لا يحتاجونه لن تعطيهم ما لا يريدونه لا تعطيهم ما لا يفهمونه ما يحدث أنك تصبح ذو صلة كنت في ذلك المكان في أفريقيا واحدة من أكثر القبائل البدائية لا يوجد كهرباء لا ماء ولا أي خدمات ولا حمام كان أصعب ما كان بالنسبة لي ويوجد أفاعي أيضا لذلك كان علي أن أخذ الدف معي لأن الأفاعي لا تحب الضجيج وكنت أمشي هكذا في وسط الغابة لأبقي الأفاعي بعيدة أحمل الدف وهكذا أبقيت الأفاعي بعيدة وبعدها كنا نقوم بخدمات توعية كنا جزء من خدمة كبيرة الكثير من الناس كانوا حاضرين وقتها كانوا يشاهدون فيلم المسيح كان مترجم ومدبلج بلغة القبيلة الخاصة بهم والكثير من الناس سلموا حياتهم وآمنوا بالمسيح في تلك القبيلة كانوا بجميل جدا ما كان بداي جدا لكنهم اعترفوا وأقروا بطريقتهم الخاصة بحاجتهم إلى مخلص وسلموا حياتهم ليسوع المسيح وبعدها كان هناك مبشرون آخرون حاضرين يعيذون بالناس لم يكن المؤتمر والخدمة خاص بنا وحدنا وأتذكر ذلك الرجل وقتها كان قادم من هنا من الولايات المتحدة كان قد تخرج حديثا من معهد اللهوت كان لديه شغف كبير أعترف له بذلك فأخذ المايكروفون وقال هل تعلمون أنكم الآن وقد قبلتم مسيح أنتم جزء من شعب إسرائيل وكان الناس مندهشون ما هي إسرائيل ثم قال اليهود يعني إسرائيل وكان الناس مندهشون ماذا يعني يهودية هل فهمتم هذا ليس ذو صلة يجب أن تعرف كيف تتواصل مع الناس لم يفهموا معنى حتى يهودية فقلت لزميلي أنا أعتذر أني قمت بتلك المسحة كنا مرهقين لكن قلت الآن سوف يفتح المذبح هذا ليس التواصل الصحيح يجب أن تكون واقعي وقريب من الناس إذا كانوا بحاجة للحليب تحدث إليهم عن الحليب إذا كانوا يحتاجون الخبز تحدث عن الخبز يحتاجون أمل تحدث عن الأمل يجب أن يكون كلامك ذو علاقة باحتياجات الناس لا يمكنك أن تذهب وتخبر الناس بآية من يوحن الأصحى الثالث لما تتوقع من الجميع أن يؤمنوا الأمور لا تسير بهذا الشكل إلهنا يتعامل بشكل فردي الاستماع يعني التواضع الاستماع يعني اللطف يعني الاحترام والصبر خامسا أطاع كان على فليبوس أن يسمع صوت الروح القدس الروح القدس قال له يجب أن تذهب اذهب إلى جانب ذلك الرجل الحبشي فأطاع فليبوس فليبوس أطاع الروح القدس إلى النهاية فذهب إلى ذلك الرجل ولم يكن فقط الأثيوبيون خلاص الأثيوبيين كان في كل المنطقة خلاص لكل المنطقة اليوم إذا ذهبت إلى إسرائيل أو الشرق الأوسط ستجد الكثير من الأثيوبيين مسيحيين كان ذلك بداية خلاص الأمة وأريد أن أخبركم شيئا الكل يريد أن يتحدث لخمس آلاف شخص لكن تذكر إذا لم تذهب إلى واحد لن تستطيع أن تصل إلى خمسة ولن تستطيع إلى خمسمائة شخص ولن إلى خمس آلاف الكل يريد العدد الكبير هل تعرفون لماذا؟ من أجل الفخر أكثر ما أحببته في زوجي وقعت في حبه بالسجن لم نكن السجناء لكن وقعت في حبه بالسجن هل تعرفون لماذا؟ لأن الخدمة بالسجون ليس فيها فخر عندما تخدم في السجون لن يعرف أحد اسمك ينادون أبي وأمي وما زالوا يرسلون لدينا الرسائل حتى اليوم الكثير من المحكمين بالإعدام ينتظرون الحكم من سبع سنوات آمنوا بالمسيح بسبب خدمة زوجي بالسجن عندما رأيته قلت هذا هو الرجل الذي أبحث عنه أريد أن أتزوج رجل مثله ليس شخص يفخر بخدمة خمس ألاف على منصة بل شخص يخدم خلف الكواليس يخدم المساجين الأكثر حاجة هؤلاء هم الأصاغر الأكثر حاجة كان يعطيهم الماء كان يعطيهم الملابس كان معهم في عيد الشكر كان معهم في أعياد الميلاد هم في الميلاد في السبت والأحد كنت أذهب معه تحتاجون أن تفهموا أنه إذا لم تصلوا إلى شخص واحد لن تصلوا إلى خمسمائة يجب أن تذهبوا للشخص الواحد الذي أمامكم يجب أن تهتموا أولاً سادساً صلوا اثبتوا فيي وأنا فيكم الناس يسألون كثير من الأحيان يسأل الناس في مواقع تواصل الاجتماعي كيف استطعتم أن تصلوا إلى خمس ملايين متابع على فيسبوك كيف وصلتم إلى سبع ملايين كيف فعلتم هذا وقد كنت مبتدعة في ذلك الوقت قبل عشر سنوات وكنت أجيب حسناً هذا سيبدو سخيف بنسبة لكم لكن كنت أتحدث إلى مسيحيين لكن يسوع قال اثبتوا فيي وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته دعونوا أخبركم أن كسب النفوس يكون بكلمة الله والصلاة أريدكم أن تعلموا أنه من دون خدمة صلاة الشفاعة لدينا لم نكن سنستطيع أن نصل إلى ما وصلنا إليه الأمر كله يبدأ من مخدعك يبدأ من كل شيء من هناك أنت تعد وتجهد نفسك هذا هو الأساس لكل شيء العبادة والطهارة وصلاة الشفاعة يأتيان معا اعلموا أن الوعظ هو فقط جزء بسيط من أساس بناء عظيم لن ينفع بشيء إذا لم يكن هناك تحضير بالصلاة والعبادة هذا الوعظ اليوم لم يكن سيحدث الصلاة والعبادة وكلمة الله هذه الأشياء هي قوة وأساس أي كنيسة اثبتوا فيا وأنا فيكم وسبعا وهو موضوع سأتحدث عنه الآن الروح القدس لن تستطيع أن تصبح أي شيء من دون الروح القدس هذا الشيء نحن دائما نفشل في فهمه وهو الخلاص الخلاص هو تجربة خارقة للطبيعة الخلاص هو تجربة خارقة للطبيعة أنت لم تستطيع أن تخلص أي أحد كل يوم وكل سنة نستلم تقارير بأعداد الناس التي قابلت المسيح لكننا لن ننسى بالفضل لأنفسنا لأنها الروح القدس التي تقودها من المسيح وليس نحن نحن فقط نقطة البداية نحن فقط وسيلة للانطلاق لكن فقط بنار فقط بقوة الروح القدس يحصل الخلاص وأحيانا كثيرا يكون سبب الإحباط والصعوبة التي تواجهها مع الوثنيين ذلك لأنك تحاول أن تلعب دور الروح القدس وعندما تحاول أن تأخذ دور الروح القدس أنت تكون قد فشلت بكسب النفس لأنك تحاول أن تفعلها بالجسد تريد أن تفعلها بمجهودك الشخصي ولا أحد يرغب بالخلاص بهذه الطريقة والشيء التالي في نفس الموضوع نحن كأشخاص نكسب نفوس للمسيح أنا آسفة مرة أخرى يعني أقصو عليكم قليلا لكن العقلية الأمريكية وهي إحراز النقاط كم شخص ربحت اليوم للمسيح كم العدد لو كنا في خدمة يسألون كم شخص أتى كم شخص قبل المسيح لو كنا 15 شخص في الخارج وصلينا من أجل شخص واحد وقبل المسيح من خلالنا فهذا فوز هل ترون؟ نحن لا نفهم ذلك كل فكرنا يدور حول أكبر عدد أخبرني كم شخص قبل المسيح معكم وأخبركم إذا كانت خدمتكم ناجحة أم لا هذا تفكير خاطئ جدا وأيضا يجب أن تدع الروح القدس هي التي تقودت سوف نأتي لعمل الروح القدس قوة الروح القدس تجعلكم أقوية لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشاليم وفي كل اليهودية والسامرة وفي أقصى الأرض أعمال الرسل 1-8 تتجلى قوة الروح القدس في أربع أشياء في كسب النفوس أول شيء الثمر أنت تحتاج لكل ثمر الروح القدس نعم نحتاج إلى ثمر الروح القدس لأن الناس هل تعلمون ما هو ثمر الروح القدس كيف تعيش حياتك كيف تتصرف كيف تكون شاهد للرب في أي مكان تكون فيه لا تحتاج أن تقول أي شيء لن تحتاج أن تتحدث عن يسوع المسيح فقط ثمر الروح القدس يجعل منك شخص لطيف يظنون إلى علاقتك بزوجتك يرغبون أن يصبحوا مثلك سيرونك وتتعاملين مع زوجك يرغبون أن يصبحوا مثلك سيرون متى صبركم عندما يتأخر تقديم الطعام بالمطعم مثلا أو يتم خدمة أشخاص قبلكم كل هذا يخبر عنكم وعن ثمر الروح القدس في حياتكم الروح القدس ليست موهبة تعطى بل هي الثمر يظهر من خلال أسلوب حياتنا قال المسيح من ثماركم يعرفونكم أنه الثمر قولوا ثمر أحتاج إلى ثمر نعم نحتاج إلى ثمر الروح هذا ما يدل علينا الثمر هو ما يشهد عننا المحبة، الفرح، السلام، الصبر كل هذه الأشياء هي أساس بناء الشخصية المسيحية الثمر والشيء الثاني هو المواحب الروحية نعم المواحب الروحية مهمة جدا لكن أولا يأتي الثمر لا شيء أهم من ثمر الروح لا أهتم للمواحب لا أهتم إذا كنت تستطيع أن تتنبأ لكن ليس لديك تواضع إن لم تكن لطيفا ومحبا لا أهتم لحجم معرفتك لو كنت استطيع تحرك الجبال بإيمانك وليس لديك محبة فلا أهتم لا تخبرني عن المعرفة والعجائب التي عندك إن لم يكن لديك ثمر وبعد ذلك المواحب نعم يقبل الناس المسيح من خلال المواحب الروحية وكلمة المعرفة والنبؤات الشفاء العلامات والعجائب في الكثير من الأحيان وأنا في مطعم أنادي النادل أو النادلة وأقول لهم الله وضع على قلبي كلمة لأقولها لك هل تسمح لي؟ فيجيبون بالطبع هذا مثير الإهتمام فأقول حسنا أشعر أن الله يخبرني أن أقول لكم هذا فيبكون لماذا؟ لأنه يجب علينا أن نستخدم مواهب الروح لجذب اهتمام لجذب عاطفة الغير مؤمنين تصبح كالمغناطيس يعرفون أن الله هو الذي يتحدث من خلالك لأن فقط الله يعرف دواخلهم النبوآت والعلامات والعجائب الشيء الثالث عامل الروح القدس الثالث هو الصوت يجب أن تستمع إلى صوت الروح القدس مثل فيليبوس اذهب إلى اليمين فذهب اذهب إلى اليسار فذهب كم من المرات الله أخبرنا أن نخبر عنه من خلال وجبة طعام فسمعنا صوت الرب وجهزنا الطعام وتحركنا في السيارة فأخبرنا أن نذهب إلى اليمين ثم شارع آخر فوجدنا ذلك الرجل كان رجل مشرد فسألنا هل أنت جائع؟ فقال نعم لم أأكل منذ يومين فعطينا الطعام هل ترون؟ أريدكم أن تعرف أن نعيش حياتك ليسوع المسيح وأن تسلم نفسك للروح القدس هذه حياة ممتعة تريد أن تكون تعيسا؟ كن أناني تريد أن تكون بائسا؟ فقط تحدث عن نفسك أنا 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 وستكون وقتها أتعس شخص على هذا الكوكب لكن عندما تبدأ تفكر اليوم أريد أن أباركك اليوم أريد أن أرسم الابتسامة على وجهك أريد أن أعمل هذا من أجلك أعمل شيء مختلف فقط أخبرني ماذا تريدني أن أفعل عندها يصبح الأمر ممتع أحيانا سيطلب منك أن تذهب إلى الرجل ما وتعطي كل النقود التي في جيبك كن مستعدا كن مستعدا أحيانا ممكن أن يطلب منك هذه الأشياء هل رأيتم كن نحن بعيدون عن تلك الحياة؟ هناك أم عازبة أم أرملة أشخاص يمرون بحالة طلاق صعبة أعطيهم مئة دولار أو أي شيء لتشجعهم لتشجعها ربما سيارة أحدهم معطلة وليس لديه وسيلة مواصلات مثلا أحضر وجبة طعم لمنزلهم وأوصلهم معك إلى الكنيسة هذا هو أن تتبع الروح القدس ورابع شيء من عوامل الروح القدس هو الحكمة الحكمة هي أن تعرف ماذا تفعل وأين تفعل أنت لا تسير بحسب حكمتك الشخصية وتتوقع أن تخلص الناس أنت تمشي حسب حكمة الله لتخلص الناس أنت تحتاج أن تستخدم الحكمة مع أطفالك الضالين ليس بهذا الشكل أو أخبرتك ولكنك لم تفهم كل شيء بحياتك سينهار إذا لم تأتي إلى الكنيسة كل يوم أحد هل تتوقع أن يأتوا إلى الكنيسة بعد ذلك؟ أنهم لا يأتون إلى الكنيسة من الأساس لأنك شاهد سيء في المنزل آسفة لا أقصد أن الجميع هكذا لا أقصد هذا بالطبع لكن حتى الله هو أفضل آب هو الكامل ومع ذلك كان هناك عصيان لكن في كثير من الأحيان ترى بيوت المسيحيين وتتساءل لماذا أطفالهم لا يتبعون المسيح في حياتهم أستطيع أن أخبركم ما الشيء الناقص الثمر لم تكن النبوءة ولا حتى الكلمة كان الثمر إذا لم يروا ثماركم لو كنت تقصوا عليهم بالكلام لو تعاملت معهم بقسوة ولؤم لو كنت لئيم وغير لطيف مع الآخرين فلن يرغبوا أن يكونوا مثلك إنه الثمر ثم أن الحكمة تدلنا على الطريق وترشدنا هذا ما فعل الله مع فليبوس قال اذهب افعل هكذا أنت يجب أن تطيع والمسيح أعطاهم هذا المثل لقى 15-34-67 فكلمهم بهذا المثل قائلا أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحد منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين باررا لا يحتاجون إلى توبة هذا الشخص الواحد له قيمة كبيرة هذا الخاطئ الواحد يستحق لأنه ماذا ينفع الإنسان ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ما هي قيمة تلك الروح تخيل أنه يقول قيمة تلك الروح الواحدة أكبر من كل العالم طع ثروة بيل جيتس وثروة السلطان بروناي ثروة أمريكا وإنجلترا كل شيء كل البنوك أسواق البورصة كل آبار النفط كل شيء طعا كل شيء معنا ستبقى روح واحدة عند الله أكثر قيمة روح واحدة هذا ما يجب أن تبحث عنه هل تعلمون؟ ويليام وكاثرين بوث مؤسسين جمعية جيش الخلاصة المسيحية كانوا يذهبون أمام النوادي والبارات ويرنمون ويبشرون بالرب يسوع وكان الناس يرمونهم بالزجاجات ويتعرضون للجرح والأذى ويسبحون الرب تماما كما جاء في سفر أعمال رسل أعرف أشخاص كانوا يذهبون إلى بلدان لا أستطيع حتى ذكرها لأن على الهواء يذهبون ويطرقون الأبواب في أماكن لا تستطيع فيها حتى حمل إنجيل لكن اليوم بسبب التكنولوجيا ونشكر الله من أجل ذلك أكثر الأماكن التي يتم مشاهدة برنامجنا فيها هي أفغانستان كابل هذا المكان الذي لا تستطيع حتى حمل إنجيل فيه حيث عقوبة ذلك الإعدام والمكان الثاني هو سعودية من السعودية لدينا 343 ألف متابع من هناك نحن نخدم على الإنترنت طوال الوقت أريد أن أخبركمها عن هذا الرجل السعودي الذي رسلنا وقد بدأنا بالرد عليه وهذا قاده من بعد ست أشهر من التواصل معه قبل المسيح كان رجل ذو سلطة في بلده لكن أريدكم أن تعلموا أن ذلك لم يحدث بعد رسالة واحدة أو اثنتين ست أشهر من التواصل معه لا تتوقع أن يخلص جميع الناس مرة واحدة ازرع بذرع وانتقل للشخص الآخر ازرع وذهب للآخر كان هناك سيدة عندما قررت أن تترك زوجها الذي يسيء معاملتها ألقى بالأسيد على وجهها وهذا شائع جدا خصوصا في إيران وكانت من دولة مجاورة لإيران كل وجهها ذاب مثل البلاستيك في النار وغطت وجهها بالكامل لكنها تركت زوجها ويوم ما استيقظت بعد سنة كاملة من المراسلات معها لم يتغير وجهها بالكامل لن أكذب عليكم لكن أنفها عاد وشفتها عادت بأعجوبة رجع وجهها لكن الباقي بقي كما هو لكن أغلب ندوبها بقيت فبكت للرب وقالت يا رب أنت غيرت أنفي وأعطيتني واحد أفضل ورجعت شفتهاي لكن لماذا؟ قال لها أبقيت تلك الندوب حتى تكون شهادة للآخرين أحيانا تكون ندوبك غير مرئية لكن ممكن رؤيتها عندما قام العازر من الموت ومشى علمت جميع أن ذلك الرجل كان حي بسبب يسوع المسيح لذلك اليوم سوف نفتح المجال للصلاة لكي تأتوا وتصلوا من أجل معمودية الرحمة معمودية التعاطف معمودية الثمر والمواحب الروحية أي شيء تحتاجونه لكن الله يعلم ما تحتاجونه لتصبحوا رابحين أرواح للمسيح في كل يوم من حياتكم أنت تعيش ميراثك ما تعيشه اليوم هو الميراث الذي ستتركه للأولاد أريد أن أسألكم كيف تريد أن تكون جنازتك كنت أعرف ذلك الرجل الرائع توم كان أبي الروحي ماجستير من جامعة هارفورد رجل الله رائع وكانك تخدم معي لسنوات وأثر على حياتي في يوماً ما انتقل لعند الرب حزنت كثيراً لفراق ولمدة سنتين كان وقت صعب وخسارة كبيرة أين تجد شخص بعد الأربين يناديك يا طفلتي كان شعور رائع وقد تعلمت منه الكثير قد كان عبقرياً لكن متواضع عندما ذهبنا إلى جنازته حفل التأبين كان هناك أكثر من ألف شخص لم يكن اسمه على لوحات إعلانية لن تعرفه لن تجده على فيسبوك لم يكن لديه الكثير من المتابعين لم يكن يظهر للعلن لكن كل أطفاله الذي قادهم للمسيح كلنا كنا هناك وكانت أمنية التي تركها في وصيتها بدلاً من إرسال الزهور أن يتبرع الجميع لخدمة إيشيك أبلع حتى بعد موته دعم خدمتنا كيف تريد أن يكون حفل تأبينك لو كنت تعيش لحياتك فقط نعم ستأتي عائلتك بالطبع لكن ماذا عن المزيد بعد أن يقبلت المسيح شيء ما تغير ولا أريد حتى لشخص واحد أن يعيش هو يموت بالجحيم الذي كنت فيه أن لا يسمع رسالة الإنجيل ويذهب إلى الجحيم من غير المسيح عندما تخرج من نفس الحياة التي خرجت منها لن تتمنى ذلك حتى لعادها واليوم سأفتح المذبح وأصلي لكم سأصلي لكم جميعاً الآن سأصلي لكم جميعاً أم تمتلئ قلوبكم وتشتعل بشغف الرب لدرجة لن تتمكنوا من المشي بالشارع من دون التحدث عن محبة المسيح ومهما كان ما يقصي قلوبكم ويبعدكم عن الرب نحن نكسر اليوم باسم يسوع وستقول أريد أن أعيش حياتي ليسوع المسيح ولا أريد فقط أن يكون لي ملكوت السماء لوحدي بل أريد أن أحضر النفوس كثيرة معي لهذا السبب أحياناً كثيرة أصب بالإحباط أقول أنظروا للصورة الأكبر للصورة الأعظم انظروا للصورة الكبيرة ولا تقلق بشأن كسب النفوذ فقط كن لطيفاً ابدأوا بذلك دعنا نكون أشخاص لطيفين أصلي اليوم من أجل أي شيء يمنعكم أن تكونوا لطيفين هذا الغضب بداخلكم بسبب إساءة هذا سبب قسوتكم والذي يجعلكم تتحدثوا بالسوء كان لأبي روح قاسية دائماً كان يسخر من الأشخاص والوزن الزائد عادي روح سيئة متجذرة من إساءة تعرضنا لها بالطفولة لكن بعد أن قبل المسيح أصبح شخص لطيف كان دائماً يرى وينتقد ضعف ونقص الآخرين لكن حتى هو الرجل قاسي مثله أصبح من ألطف الأشخاص الذين أعرفهم لو كان بداخل قلبك تحيز وحكم على الآخرين لن تستطيع أن تصبح رابح رواح لن تصبح يجب أن تتخلص من ذلك سواء تحيز للون للشكل للطبقة الاجتماعية أي كان عليك أن تتخلص من ذلك هاللويا أصلي الآن لكل الموجودين هنا أصلي من أجلكم ومن أجل عائلاتكم ومن أجل كل ضال أن يرجع باسم يسوع المسيح أصلي الآن أن يغير الرب قلوبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر